أكدت فيان دخيل المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس نوابة أن وزارة الهجرة والمهجرين العرقية تقدم معلومات غير صحيحة لرئيس مجلس الوزراء العرقي محمد شاع سوداني بخصوص مخيمات النازحين وقالت دخيل قبل فترة أنه كان هناك قرار من مجلس الوزراء الاتحادية لبناء 400 وحدة سكنية في سنجارة لتمكن النازحين من العودة إلى مناطقهما ولفتة إلى أن هذا الأمر نفاه السوداني الذي يعتبر أهم خطوة لعادة النازحين إلى مناطقهما وأشار دخيل إلى أن إغلاق أبواب المخيمات في أقليم كردستان يعد عملا سياسيا وغير مقبول معاربة عن ثقتها بأن السوداني لن يوافق على هذا القرار وأن وزير الهجرة يجب أن تخضع للتحقيق بسبب هذا التضليل كما شددت على أنه إذا أصارت وزارة الهجرة العراقية على موقفها وأغرقت مخيمات النازحين في أقليم كردستان في الحالي وثلاثين من تموز من هذا العام فسيتم تقديم شكوا قضائية ضدها إلى مجلس الأمن الدولي